اشتركوا في القناة القمر موجود ما زال في الجوزاء في منزلته الذراع وهي جيدة وصالحة لكل شيء وطبعا حكينا انه تأثيرات القمر لما بكون في الجوزاء في هاي الفترة بننشط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد او كلمة تقال علينا انجاز اتصالاتنا الهم من رسائل ومكالمات وغيرها في خلال هاي الفترة بوسعنا ايضا الانضمام لدورة دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية نادي طبعا وحكينا انه اول الزوايا الفلكية بحلقة الامس اللي هي الشمس انها رح تنتقل للسرطان بعد الحلقة ساعة تسعة وثلاثة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني تقريبا بعد منتصف الليل وكل الامور وتأثيراتها وهي ذكرناها وحكيناها بحلقة الامس موجودة بتقدروا ترجعوا لها اللي بهموا انه يسمع لها ويعرف فترة شهر كامل ايش التأثيرات اللي رح تكون عليه بيقدر يرجع لحلقة الامس ويسمع المقدمة طبعا من ساعات المساء هو انتقاله ساعة تسعة حكينا وثلاثة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ورح يفضل الشمس رح تفضل موجودة في برج السرطان لغاية اثنين وعشرين سبعة عشان هيك نرجعوا من كرر كل عام وانتوا بخير يا موليد برج السرطان طبعا الزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية هي اخر زاوية خلال هذا اليوم خصوصا قبل خلو المسار هي زاوية تربيع بين القمر والمريخ رح تكون في تمام الساعة تسعة وسبعة وثلاثين دقيقة مساء بتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في اي مسعى منقوم فيه يفضل اخذ فترة راحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بكون محبط عاطفيا ممكن انه يثور ثورة عارمة من الغضب في هاي الفترة طبعا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ خلو المسار خلو المسار رح يبدأ الساعة تسعة وسبعة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش يعني بعد منتصف الليل ورح يستمر حتى ساعات الصباح لغاية الساعة ستة ودقيقة صباحا بتوقيت جرينيش هذا بعني انه هاي الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للقمر رح ينتقل ساعة ستة ودقيقة بيكون انتقل وثبت في برج السرطان صباحا طبعا رح يكون اولها في منزلة النثرة وهي جيدة المحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج وطبعا بما انه عطارت بتراجع والزهرة بتتراجع والكسوف كلها هاي الكواكب اللي بتتراجع فما مننصح بعملية الزواج في هاي الفترة تأثير القمر على كافة الابراج لما بنتقل القمر وصير في السرطان منشعر في هاي الفترة بقوة العاطفة منحاول خلق جو من الامان النا ولا احبائنا من ميل لعمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها ممكن يذرف الدموع وهو بقلب صور تذكارية في البومه يجب ان ننتبه اكثر لطعامنا وشرابنا يعني ممكن بعضكم يشعر بحافز كبير لالتهام الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لانه حسسيتنا بتكون في اوجهة بوسعنا شراء عقار او زراعة نبتي او شجيرة والانتباه اكثر لاطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت طبعا في زاوية رح تتشكل اول زاوية هي رح تكون في ساعة الصباح وهي الوحيدة هي زاوية اقتران سلبية بين القمر والشمس رح تكون في تمام الساعة ستة واحد واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش طبعا هاي بتسبب او رح تحدث اللي هو الكسوف اللي حكينا عنه في حلقة منفصلة برضو موجودة على القناة الكسوف هذا هو كسوف حلقي رح يكون زي ما حكينا ساعة ستة واحد واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وراح يكون في اول درجات اللي هي درجات برج السرطان فهذا الاتصال رح يخلق عنا نوع من عدم الاستقرار بتتمثل بصراع بين المشاعر والافكار مما ينعكس سلبا على علاقتنا مع الاخرين طبعا اللي بدو يسمع تأثيراته على الابراج خلال الثلاث ايام القادمة اللي هي تأثيرات الكسوف بقدر يرجع للحلقة ويسمع لها طبعا بالفترة هاي الامور السياسية اللي رح تكون او دوليا بتدل على استياء الجماهير والرأي العام من الحكومة او ظهور خلافات عرقية او دينية فيما بيخص قضايا المرأة والمجتمع تتقلب اسعار بعض المنتجات والصناعات وخصوصا المواد الغذائية منها طبعا بالنسبة للقمر بما انه في السرطان معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم ثلاث وعشرين ستة رح يكون في تمام الساعة سبعة وعشرين دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة اثناش وثلاث وثلاثين دقيقة عصرا لا ينتقل القمر بعدها لبرج الاسد طبعا بالنسبة لعمر القمر القمر اختفاء القمر وميلاد الهلال الجديد او القمر الجديد القمر طبعا عمره تسعة وعشرين يوم في تمام الساعة ثنتين وثمانية وثلاثين دقيقة بتوقيت جرينيتش فجرا بصير عمره ثلاثين يوم نسبة الإضاءة صفر في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء والسرطان حتى يوم اثنين وعشرين سبعة المزاج منتحس القمر في الجوزاء رح ينتقل برضو للسرطان رح يمكث فيه لغاية ثلاثة وعشرين ستة مزاجه منتحس طبعا منتحس بسبب الكسوف عطارد في السرطان بيتراجع حتى يوم اثناش سبعة مزاجه منتحس الزهرة في الجوزاء بيتراجع حتى يوم خمسة وعشرين ستة مزاجه منتحس المريخ في الحوت حتى يوم ثمانية وعشرين ستة مزاجه سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم اثناش تسعة مزاجه منتحس زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم واحد سبعة مزاجه منتحس اورانوس في الثور حتى يوم خمسة عشر ثمانية وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتن في الحوت حتى يوم ثلاثة وعشرين ستة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد طبعا اللي بدي اسمع تأثيرات نبتن وتراجعه اللي لها اثار كبيرة على العواطف والها على الحب والها على الوهم والها الاحلام والها على كل اشي الحلقة نزلت اليوم موجودة على القناة اما بالنسبة لبلوتو طبعا في الجدي بيتراجع حتى يوم اربع عشر مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا لليوم الثالث على التوالي في امور الها علاقة بالتنقلات او الاتصالات او الحوارات او النقاشات وزي ما حكينا ديروا بالكم من العصبية صحيح انه يعني رح يكون من الان للصباح في ساعات الصباح بتفضلوا التركيز على مصالحكم البيتية والعائلية لانه الامور رح تتركز على البيت اكثر فعشان هيك ما تتهربوا من المسؤوليات وانكثرت حاذر الخلافات والانتقاد والمواقف المعاكسة ممكن تستاء من تصرف احدهم اتجاهك نظم جدول اعمالك وناشاطاتك البع العباء تقريبا بالفترة هي بتكون كثيرة وممكن ما تجد وقت للراحة اما بالنسبة للبيت الاول فالاجواء على المستوى النفسي تقريبا نقدر نحكي روتيني اليوم ما في اي شيء لا ايجابي ولا سلبي تقريبا بتتعاملوا على حسب طبيعتكم ثقتكم بانفسكم يعني نقدر نحكي انها جيدة ولكن بنتابكوا من وقت لاخر نوع من انواع القلق ممكن على احد الاشخاص او قلق على انفسكم او على شيء معين اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء على المستوى المالي تقريبا انه اليوم ممكن يكون عندك بعض الاهتمامات المالية او المصاريف او الدفعات او اي شيء له علاقة بالديون او بسداد الديون او شكات او حسابات في منكم ممكن يحصل بعض الاموال اللي بتيجي من عمل اضافي ولكن انه بالفترة هاي زي ما حكينا بتكون تنتبهوا من المصاريف اما بالنسبة للبيت الثالث والبيت الرابع فكما ذكرناهم في بداية التوقعات اما بالنسبة للبيت الخامس فعلى المستوى العاطفي ممكن شويه يكون عندك نوع من انواع الحساسية او ردات الفعل السلبية او ممكن تعاطف او قلق على احد الاحبة خلال هذا اليوم وممكن يكون بعض الاهتمام بامور الها علاقة باحد الاحبة اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء جيدة على مستوى العمل فممكن تنجزوا بعض الاعمال او الاعمال الضرورية والمهمة ما رح تسمحوا لبعض الاعمال انها تتراكم عندكم ممكن ينتبق قلق لمسألة لها علاقة بالعمل او احد زملائك او زباينك مثلا ممكن يصير فيه نوع من انواع الخلاف ما بينك وبينه اهم اشي انه تنتبه لأعمالك وتنتبه برضو لصحتك وخصوصا في ساعات المساء اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء على المستوى الشراكي برضو بنتبه نوع من انواع الحساسية او العصبية او الحدية او الاستياء من تصرف الحبيب فممكن يعمل نوع من انواع الخلافات وخصوصا ما بين الازواج فها بتكون ديروا بالكم من ردات فعل العصبية او التوتر او النقاشات الحادة اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء على مستوى الاموال المشتركة تقريبا برضو فيها نوع من انواع الضغط بتسبب لك نوع من انواع التوتر او القلق بسبب معاملة او بسبب امور بنكية او امور لها علاقة بضريبة او تأمين او يعني بعض الدفعات اللي لها علاقة اما لطبيب او لمستشفى اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء روتينية على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد او الدراسة الجامعية فروتيني ما فيها اي شيء لا ايجابي ولا سلبي ولكن في ساعات المساء ممكن يصلك خبر يزعجك او يوترك او تقلق على بشأن شخص من خارج البلاد اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء على مستوى بيت السمعة تقريبا نقدر نحكي انها ايجابية لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح يعني دير بالك انك انت تخالف القوانين او تدخل باشياء مشبوهة او مغامرة غير ما تركز فيها بشكل جيد وممكن يكون فيه نقاش حاد ما بينك وبين زميل او رئيسك بالعمل او احد الاشخاص اللي انت بتعرفهم يعني بكونوا اشخاص مش اصدقاء ولكن معارف عمل ومصالح اما بالنسبة لبيتك 11 فالامور جيدة على مستوى بيت الصداقة او بيت العلاقات فممكن اليوم يحملك اما تفقد صديق او اتصال او ممكن لقاء او دعوة او حفلة مثلا ولكن بالمقابل انه يعني بدك تدير بالك انك انت تستاء من بعض الهمس واللمس في الكلام فانت تتحسس تعتقد انه هذا اليك او انك انت ممكن تسمع خبر يعني سيئك او موضوع يزعجك بتعلق فيك او في احد ابنائك اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء الروتينية ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي فعشان هيك بتتعاملوا بشكل طبيعي بتنجزوا اعمالكو بتراقبوا صحتكو بشكل طبيعي اه ممكن شوي هيك تكون مفتوحة شهيتك على اتهام الطعام اه وممكن تشتهي اكل معينة او تحلاي او اشياء من هذا القبيل اه ممكن برضو يكون فيه نوع من انواع القلق على احد الاحب برج الثور بتنهمكو في ضبط ميزانيتكم اتجنبو النفقات في ساعات الصباح بتنجحو في مجال او مجالات العلاقة بالتنقلات او الاتصالات ممكن تعزز العلاقة مع اخ او جار احاول انك انت تفصح عن رأيك بجراءة وحرية عزز علاقاتك ابحث عن التوافق والانسجام ممكن تضطر لدفع مبلغ طارئ من المال حاذر من الاهمال او اهمال وضع صحي واتجنب الارهاق اهم اشي انك تنتبه اثناء القيادة خوفا من الاعطال او امور طارئة ممكن تصير معك على الطرقات اما بالنسبة للبيت الاول فالاجواء تقريبا على المستوى النفسي افضل من اليوم امس انت اليوم مشحون بطاقة ممكن يعني يكون عندك نوع من انواع الايجابي العالي على المستوى النفسي ولكن في ساعات الصباح ممكن تشعر ببعض الاحباط او التقلب في المزاج او ممكن التوتر من مسألة ما اما بالنسبة للبيت الثاني والبيت الثالث فكما ذكرناهم في بداية التوقعات اما بالنسبة للبيت الرابع فعلى مستوى البيت ما زالت الاجواء فيها نوع من انواع الضغط وهذا بسبب لك نوع من انواع التوتر في علاقاتك خصوصا العائلية ممكن مشاحنات ممكن وضع عائلي شوي مقلق ممكن نقاشات ممكن امور الها علاقة بالاعطال او صياني او مشتريات او شيء بتحب تعمله في البيت يعني كل هاي الامور ممكن انه تكون ظاهر على الساحة او ممكن واحدة منها اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا الاجواء جيدة وبتدعمك خلال هذا اليوم ممكن تعملك نوع من انواع التواصل او الاتفاق على مسألة معينة ما بينك وبين الحبيب ولكن بدك تنتبه من الشك والغيرة والقلق والوسواس اللي بتعلق ما بينك وبينه بين الحبيب او احد الابناء وفي المقابل بدك تنتبه من ردات الفعل السلبية ان فتح هو موضوع سلبي فانت يعني توره تعصب اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا متقلبة على مصفت والعمل فممكن تنجز بعض الاعمال اليوم ولكن في اعمال ممكن تأجلها ليوم اخر او ما ترغب في اتمامها يعني بكون في نوع من انواع التقلب برضو بدك تهتم بشأن صحي او امور صحية ممكن تظهر خلال هذا اليوم اهم اشي اذا شعرت بشيء غريب راجع طبيبك اما بالنسبة للبيت السابع على مستوى الشراكة برضو نفس الشيء في نوع من انواع التوتر فممكن يعني يصير في نقاش او حدية بالطباع او موضوع ينفتح حيك فانت تتحسس منه فيكون لك ردات فعل سلبية وممكن تتفاقم الامور اذا ما سيطرت على نفسك اما بالنسبة للبيت الثامن على المستوى الامور المالية المشتركة فممكن اليوم تهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بالبنوك او بالتحويلات او بالقروض او بسداد ديون او امور بنكية او مؤسسات مالية زي الضريبة والتأمين اهم شيء انك تقلل من المصاريف اما بالنسبة للبيت التاسع فهو تقريبا في نوع من انواع التقلب لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح ممكن تنشط ببعض الاتصالات او اتصالات مع اشخاص خارج البلاد او تراسل معهم وممكن يكون لك نوع من انواع التعامل مع مؤسسة مثلا بدك غرض تشتري غرض فممكن يتعطل في البريد او يتأخر وبرضو في المقابل ممكن يكون عندك امتحان جامعي فبدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء تقريبا منقدر نحكي انها جيدة تدعمك على مستوى العمل فممكن اليوم تنجز بعض الاعمال بالتعاون مع زملاء او مع رئيسك بالعمل ولكن بدك تنتبه من ردات الفعل السلبية والعصبية اما بالنسبة لبيتك 11 فهو روتيني يعني لقاءتك على طبيعتها ولكن ممكن انه تظهر بعض الامور الاجتماعية في ساعات اللي ما بعد الظهر فممكن لقاء دعوة اجتماع اصحاب جيران ممكن اشياء من هذا القبيل تكون موجودة خلال هذا اليوم اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء تقريبا روتينية ولكن بدك تحذر من تراكم الاعمال وبرضو بدك تراقب صحتك بشكل جيد ممكن تقلق بشأن صحي بتعلق فيك او في احد الاحبة برج الجوزاء طبعا انتوا قادرين على مواجهة مشاغلكم وانجاز الكثير منه او من مشاغلكم منها اا في ساعات الصباح طبعا ممكن بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم بتكونوا تجنبوا النفقات نظم الاقصاط اا او تنظم اقصاط ما تسمح للامور المالية بانها تتراكم عندك او المصاريف فكر بمنطق وعالج الامور الطارئة فورا اا حدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية ممكن هاي الفترة تعرف لك نوع من انواع اللقاء او الدعم طبعا بما انه القمر رح يتواجد ما بين بيتك الاول وبيتك الثاني فالامور تقريبا نقدر نحكي جيدة ولكن على المستوى المالي بدك تحذر من الرغبات بالمصاريف او الدفعات او القلق المالي اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف الاجواء تقريبا حادة برضو اليوم فعشان هيكي بنقولك دير بالك اثناء التنقلات واثناء الحوارات من العصبية وردات الفعل يعني ممكن انه تنشط اليوم في الاتصالات والحركة ولكن برضو العصبية موجودة اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف روتيني على مستوى البيت ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي تقريبا بتتعامل على طبيعتك فما فيه امور يعني تستاء منها او انك انت تمدح فيها فاعمالك المنزلية الروتينية زي صيانة وترتيب واعمال روتينية منزلية وعلاقات عائلية برضو روتينية ما يعني ممكن طالعك هو اللي سبب نوع من انواع التوتر اذا كان وجد اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء على المستوى العاطفي تقريبا برضو ضاغطة واو متقلبة ممكن تسمح لنقاش او شك او غيري او تفقد حبيب ممكن يتقلب مزاجك اثناء التعامل يعني صار عندك زي برود عاطفي بالتواصل ممكن تحتد على احد الابناء او تتناقش معاه بصعوبة وممكن قلق على احد الاحباء او افراد العائلة زي اب او ام اما بالنسبة للبيت السادس فممكن اليوم تتهرب من بعض المسؤوليات او تتراخع عن انجاز بعض الاعمال اه ممكن اه تعمل بعصبية ممكن يصير معك نقاش حاد او مشكلة في مكان العمل بدك تدير بالك وفي نفس اللحظة بدك يتراقب وضعك الصحي من التقلبات الصحية او بعض الاعراض اللي ممكن شوي يكون فيها اشياء من المفروض انك تراجع طبيبك اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء على مستوى الشراكي برضو بتحمل نوع من انواع التوتر والحدية صحيح انه ممكن يكون فيه لقاء او تعاطف ما بينك وبين الحبيب او تلاقي او بين الشريك يعني الزوج ولكن ممكن انه ينفتح نقاش او تقصير من الشريك بحقك فانت تحتد وتعصب خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء تقريبا روتينية على مستوى الامور المالية المشتركة يعني زي امور بنكية او ضريبة تأمين فواتير اشياء زي هيك بتتعامل فيها على طبيعتك اما بالنسبة للبيت التاسع فانا شايف الاجواء جيدة فممكن اليوم يعني يكون فيه نوع من انواع الاتصالات البعيدة او تواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام ببعض المسائل اللي لها علاقة باوراق قانونية او معاملات ممكن يتأخر لك بريد او يعني تبعث رسالة لشخص فيتأخر بالرد عليك او الاتصال عليك اهمش اذا عندك امتحان بدك تركز بشكل جيد اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى العمل فممكن تنجز عمل مشترك يعني بمعنى بطريقة انت وصدق زميلك او انت ورئيسك بالعمل ولكن متفرد ممكن انك تتهرب من بعض الاعمال وممكن يكون العمل لا ينجز الا بمساعدة اما بالنسبة لبيت الاصدقاء فهو يعني الامور النشاطات بينك وبين الاصدقاء روتينية ما فيها لا ايجابية ولا سلبية يعني عادي لقاءات ودية قهوة اه اجتماع عادي اه وجبة اكل خفيفة شغلات مثل هيك قلة منكو اللي ممكن يتوجه له اه دعوة لحضور حفلة او مناسبة في هذا اليوم اما بالنسبة لبيت المتاعب فيعني الاجواء تقريبا جيدة اه يعني ممكن انك انت تهتم ببعض الاعمال وانجازها راح تقسم العمل ضروري ومش ضروري راح تنجز الضروري منه اه اهم ايش انك ما تخلى الاعمال تتراكم عندك راقب غذائك وراحتك برضو ممكن يعني يكون فيه نوع من انواع التواصل مع احد الاحبة او زيارته اذا كان مريض او في مستشفى برج السرطان كل التعب اللي بتشعره فيه والارهاق والتقلب طبعا راح يتعزز بقوة ولكن مش بالصباح لانه الصباح راح يكون فيه الكسوف اه الحلقي وراح يكون عندكم فتأثيراته سلبية فانتو اكثر اشخاص راح يظل فيه عندكو تقلب في المزاج وعدم الارتياح وظل فيه نوع من انواع القلق الصحي او الوسواس او الامور هاي ممكن انه تتحسن بعض الامور النفسية يعني تعيش لحظات اذا كان طالعك غير السرطان فممكن يشعرك ببعض الايجابيات او التطورات ممكن تتلقى اشارة او تبدأ بتنفيذ خطة ولكن اذا ما كنت واثق منها والنتائج مضمونة عندك حاول انك ما تقدم عليها ممكن تستعيد حياتك رونقها وحيويتها اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف الاجواء تقريبا يعني روتينية ولكن انها برضو بتحمل بعض الاشياء الايجابية زي ما ذا تذكرنا البيت المتاعب زي ما حكينا انه فيه نوع من انواع الضغط فهيك بيتك اتناعش وبيتك الاول احنا حكيناهم بالنسبة لبيتك الثاني الاجواء تقريبا منقدر نحكي انه يعني روتينية على المستوى المالي ولكن بدك تحذر من ساعات الصباح للظاهرة من المصاريف والدفعات او ظهور بعض المسائل المالية اللي ممكن انها توترك او تشعرك بالقلق ممكن تراكم بعض الاعمال ممكن بعض الامور المالية ممكن بعض المطالبات ممكن اموال اليك مش قادر تستردها يعني ممكن تظهر بعض المسائل هاي خلال هذا اليوم قلة منكو ممكن يحصل على بعض الاموال اللي بتيجي من عمل اضافي او نوع من انواع المساعدات او الهبات اما بالنسبة للبيت الثالث فالوضع متقلب على مستوى التنقلات والاتصالات فعشان هيك بدك تدير بالك من تشتت الفكري اثناء القيادة خوفا من الاعطال في السيارة او في التلفون او بعض الحوادث لا سمح الله فانتبه وركز بشكل جيد وما تعصب اثناء النقاشات والحوارات وما تحاول انك تغامر او تتهور خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء تقريبا على مستوى البيت الروتينية ولكن ممكن في ساعات الظهيرة او ساعات المساء تظهر بعض المشادات او المشاحنات او الخلافات او بعض الاعطال المنزلية اللي ممكن منها يكون مربك يعني ممكن اختلاف في سوء زي سوء فهم مثلا او اختلاف في وجهات النظر او امور الها علاقة يعني بموضوع قديم بنفتح برضو اليوم فانت بتحتد وتعصب من خلاله اما بالنسبة للبيت الخامس فعلى المستوى العاطفي الوضع ضاغط جدا فعشان هيك منقول لك بدك تدير بالك اثناء التعامل مع الحبيب ودير بالك من الحدية او التهور او الاتهامات او يعني امور تفتح مواضيع قديمة ترجع تحاول انك تراجع فيها خلال هذا اليوم فممكن تتفاقم الامور وتكبر لحد ما تقدر تسيطر عليه اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء الروتينية ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي على مستوى العمل وعلى مستوى الوضع الصحي الا انه في ساعات الظهيرة بدنا نستثنيها وفي ساعات المساء بدنا نستثنيها يعني من تقلبات صحية او امور لها علاقة بتعطل بعض الامور العملية ما تقدر تنجزها او صير فيها بعض المشاكل بسبب يعني اما عدم التركيز او يعني شخص يتبلع عليك اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء تقريبا على مستوى الشراكي يعني ما بدنا نحكي روتينية ولكن تعاملكوا بشكل طبيعي بدون لا ايجابيات ولا سلبية بتتعاملوا على طبيعتكم ممكن يحملك يعني نوع من انواع الحوار او نوع من انواع التقارب في بعض المسائل ولكن اهم شيء ما تحاول انك انت تفتح مواضيع قديمة وتحاول انك تستثير المشاكل اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء تقريبا ممكن يكون لك بعض النشاطات اللي الها علاقة في البنوك او المؤسسات المالية مثل الضريبة مثل التأمين مؤسسات حكومية مراجعة لجهات مختصة مثلا تكون عندك خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت التاسع فانا شايف الاجواء روتينية فاتصالاتك مع اشخاص خارج البلاد او مراسلاتك او طلباتك الخارجية بتكون على طبيعتها بدون لا ايجابية ولا سلبية ولكن اللي عنده امتحان جامعي بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء برضو يعني فيها نوع من انواع الايجابية بتعمل على انجاز بعض الاعمال ولكن حاول انك انت تلاقي شخص يساعدك في هذا الموضوع ما تحمل الاعمال هاي على مسؤوليتك انك انت القادر على انك تنجزها يعني اذا كان في مجال تتعاون مع زميل او مع رئيسك بالعمل لانجاز هاي الاعمال بكون الوضع جيد اما بالنسبة للبيت 11 فهو بيت الاصدقاء ممكن اليوم تكون لك بعض اللقاءات او النشاطات الاجتماعية مع اصدقاء او صديق او اتصال ممكن في ساعات الصباح يصل لك خبر تتوتر منه او تنزعج بتعلق بصديق اما صحيا او ظرف معين صار معاه ولكن انه اجمالا في ساعات المساء بصير الجو ايجابي ممكن يعمل تقارب ما بينك وبين اصدقاء او لقاء عائلي او لقاء اجتماعي اما بالنسبة لبيت المتاعب فانا شايف الامور مثل ما ذكرناها انه ضاغطة زي ما حكينا في بداية التوقعات برج الاسد بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء وغلى غاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتدخلوا فترة غير مريحة بتنال من صحتكم واعصابكم بسجل اليوم ركود على جميع الاصعدة بنصحك عدم المباشرة بتنفيذ اي امر حاول انك تتخلص من عاداتك القديمة ويعني وممكن تنشغل فقط بالمسائل الروتينية يعني حاول انك تحذر من التأخير اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف الاجواء تقريبا بتكون ضاغطة عليك خلال هذا اليوم بالسبب طبعا اللي هو الكسوف اللي في بيت المتاعب الكواكب كلها اللي قاعدة بتتجمع للكسوف الشمس القمر برضو في نفس اللحظة الزهرة اللي موجودة في بيتك 11 بيت الاصدقاء كلها هاي بتسبب نوع من انواع التوتر خلال هذا اليوم غير تراجع الكواكب الاخرى فعشان هيك على المستوى النفسي ممكن تشعر بالملل او بالتقلب المزاج او انو مش عارف شو سبب التقلب اللي انت فيه او هيك مش مش حاسب ارتياح في ملل في اشياء من هذا القبيل اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف الاجواء تقريبا على المستوى المالي روتيني ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم ولكن في ساعات الظهر ممكن انو تزداد امور الها علاقة بالمصاريف او الدفعات او الالتزامات او تظهر مسألة طارئة اللي هي علاقة بالامور المالية اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف على مستوى تنقلاتك وعلى مستوى حواراتك ممكن يكون عندك تسرع او اندفاع او عدم تركيز اثناء قيادة السيارة ممكن تعصب او يعني شوي يكون عصبيتك عالية او ممكن يكون فيه عندك نوع من ردات الفعل السلبية او العصبية اثناء النقاشات حاول انك تشحن حالك بطاقة ايجابية وما توصل للمرحلة هاي اما بالنسبة للبيت الرابع فبرضو فيه امور على مستوى البيت ممكن تظهر من ساعات الصباح الها علاقة بنوع من انواع التوتر العائلي او القلق على مسألة معينة او تحتد اثناء نقاش معين او تستاء من تصرف احد الاشخاص او احد افراد العائلة ممكن تظهر بعض الاعباء او الاعطال او الاهتمامات المنزلية الزائدة اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي ما زالت الامور برضو ضاغطة فهاي بتسبب توتر او قلق باتجاه الحبيب او قلق من الحبيب او بيصير عندك نوع من انواع التفكير او الغيرة او الشك او التقلب بالمزاج ممكن ينفتح نقاش فتور وتعصب على الحبيب خلال هذا اليوم او على احد الابناء اما بالنسبة للبيت السادس شايف الاجواء برضو متقلبة على مستوى العمل فممكن يتراكم عندك بعض الاعمال خلال هذا اليوم او تتهرب من انجاز بعض الاعمال وفي منكم ممكن يصير عنده خطأ معين في مجال العمل يعني يوتره كثير وبرضو بدك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد من التقلبات اللي ممكن تصير خلال هذا اليوم اذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك اما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراك الاجواء جيدة فتعاملك ما بينك وبين الشريك او شريك المال او بينك وبين الزوج او الزوجة فممكن اليوم الاجواء تكون جيدة وممكن يكون فيه نوع من انواع التقارب ما بينكم وممكن نقاش معين لحل مسألة معينة او الاتفاق على مسألة معينة اهم اشي نوميكيون فيه عندك نوع من انواع الاهمال بحق الزوج او الزوجي اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء على مستوى الامور البنكية ممكن يكون لك بعض الاتصالات او الحوارات او التواصل مع بنوك او امور العلاقة بصراف او الها علاقة بمؤسسات مالية زي الضريبة او التأمين او مراجعة بعض الحسابات او مطالبة باموال بتعود لك او ممكن تحصل على اموال بتعود لك اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء برضو ضاغطة على مستوى قلق او اتصالات كثيرة بتكون عندك ممكن تتوتر على شخص خارج البلاد ممكن انه يعني هيك يصير يجيك خبر مثلا يزعجك كل هذا اليوم ولكن بدك تمسك اعصابك اثناء الامتحانات او النقاشات من التصلب بالرأي او العصبية او التصرف اللي ممكن يكون فض في بعض الاوقات اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء جيدة فممكن على بيت السمعة يعني تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة وممكن يكون لك نوع من انواع التعامل او التعاون ما بينك وبين صديق او معرفة لانجاز بعض الامور وممكن تحتاج لواسطة او لدعا الواحد يدعمك في مسألة معينة او ينجز لك بعض الاعمال اما بالنسبة لبيتك 11 وبيتك 12 فكما ذكرناهم في بداية التوقعات برج العذراء حافظوا على سمعتكم وانجازاتكم القائمة في مجال العمل وحتى ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنشطوا بين الاصدقاء اه ممكن ترى الامور هيك تكون بوضوح اكثر بنظرة مش متفائلة يعني يكون في عندك نوع من انواع هيك الشك او الغيرة او ممكن انه تظهر بعض المسائل اللي توترك خلال هذا اليوم ممكن يطمئن بالك من حصد دعم او تأييد من شخص معين ممكن تفيدك الاتصالات واللقاءات اهمش انك تلطف الاجواء واعد العلاقات الى طبيعتها يحاول تستغلها لانه الفترة الجاي بس ينتقل القمر للأسد رح يكون بيت متاعب رح يضغطك بشكل كبير اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف الاجواء تقريبا فيها نوع من انواع الضغط عشان هيك يقولت انا مش رح تشوف الامور بنظرة متفائلة خلال هذا اليوم فممكن يكون فيه نوع من انواع التقلب في المزاج او حدية او عصبية ظاهرة عندك بشكل كبير اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا يعني يكون فيها اه يعني اهتمامات ببعض المسائل المالية ولكن رح تكثر عندك اما المصاريف او الاهتمام بمسألة مالية او تتراكم عليك بعض الدفعات او ممكن يزيد عندك مصروف معين على مسألة معينة يعني او ضغط مالي اهم شي انك تدير بالك من النصب والاحتيال خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا ضاغطة على مستوى امور العلاقة بالتنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات فممكن تعصب او تحتد او يكون لك ردات فعل سلبية خلال هذا اليوم ممكن شوي يكون الامر فيه نوع من انواع اللي هي المغامرة الغير مدروسة فممكن تتعرض لحوادث او اعطال بالسيارة او بالتليفون خلال هذا اليوم وممكن تحتد بسبب خبر معين اما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريبا الاجواء الروتينية فما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي فبتتعاملوا على حسب طبيعتكم ممكن يكون لك بعض النقاشات او الحوارات العائلية او تلاقي او تقارب ممكن تهتم بصحة او بشأن بتعلق فيه احد افراد العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء تقريبا على المستوى العاطفي فيها نوع من انواع الضغط فممكن تتعصب او مؤتشك او تغار على مسألة بتتعلق في الحبيب فانت اليوم تكون زي تبعين المحققين هيك تحاول تكتسف يعني تكتشف وين الخيانة وين بتصل تليفون شغلات زي هيك او تراقب او عندك حب للمراقبة ممكن يكون فيه نوع من انواع القلق على احد الابناء اما بالنسبة الى البيت السادس على مستوى العمل يعني اليوم ما رح تكون نشيط كثير فيعني ممكن ينتابك نوع من انواع الكسل فما تنجز الا الاعمال الضرورية والمهمة ولكن ممكن يكون عندك بعض الاعراض الصحية اللي تخليك تخصر في هاي الامور ويكون لك بعض الاهتمامات او مراجعة الطبيب اما بالنسبة للبيت السابع على مستوى الشراكة برضو او تعاملك مع تعامل الازواج ما بينهم وبين بعض اليوم برضو فيه نوع من انواع الحدية فممكن يتسبب توتر او يعني نوع من انواع الحوار الصلب او الحاد ما بينكم فحاول انك انت تلين الامور وتعمل نوع من المصالحة وتقارب بدل ما تكبر الامور بزيادة اما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرت على الامور المالية ندير بالك من النصابين او من ضياع بعض الاموال اللي اليك او اخطاء مالية او قانونية مالية ممكن يكون لك بعض التعامل مع بنك او مع مؤسسة مالية او مع يعني ضريبة تأمين اوراق معاملات زي هيك ولكن احذر من التلاعب في هاي الامور او التقصير فيها اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء روتينية ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم ولكن ممكن يظهر اما خبر او امر مفاجئ الو علاقة بمحكمة او اوراق قانونية او اتصال من خارج البلاد يسبب لك توتر او حدية بالطباع او خبر مزعج او يتعطلك بريد او مراسلي مثلا اما بالنسبة للبيت العاشر والبيت 11 فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 تقريبا الاجواء فيها نوع من انواع الضغط فامنقول لك دير بالك يعني حاول تنجز الاعمال الضرورية والمهمة حاول ما ترهق حالك كثير راقب غذائك بشكل جيد واذا شعرت باي شيء غير اعتيادي راجع طبيبك برج الميزان ممكن تنشطوا اليوم بامور الها علاقة بالاتصالات البعيدة او تواصل مع اشخاص خارج البلاد وما لكن اللي بتقدم لامتحان او مقابلة بده يستعد بشكل جيد طبعا الامور هاي بتظلها لغاية ساعات الصباح طبعا اللي راح يتأثروا فيها اللي هم الاشخاص اللي في الجزء الاخر من الكرة الارضية اللي بتكون عندهم ساعات لسه صباح اكثر فبكون في مجال هاي الامور اما من ساعات الصباح بتحافظوا على سمعتكم وانجازاتكم في مجال العمل نظموا وقتكم بشكل جيد وكون واضح في اولوياتك وما تخلي احد انه يثيرك او يدفعك للانفعال او الغضب باستطاعتك مواجهة اقوى المنافسات لانه انت بتتمتع بسرعة خاطر وذكاء احد ولكن ان تركت الامور للعصبية والحدية فانسى كل اللي انا حكيته لانك راح تعمل مئة الف مشكلة خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيتر اول فانا شايف على المستوى النفسي شوي الامور يعني متقلبة عندك ولكن انه بدأت ترتاح اكثر خصوصا من ساعات الصباح بتشعر بنوع من الانواع الطمأنينة وبتحس بنوع من انواع الاستقرار اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء برضو بتحملك بعض المفاجآت المالية خلال هذا اليوم اما قلق على مصاريف او ممكن تحصل على اموال من عمل اضافي او هبات او مساعدات او نوع من انواع الدعم او الهدايا ولكن بالمقابل دير بالك من المصاريف الزائدة او ظهور بعض المسائل المالية اللي ممكن تكون مربكة اما بالنسبة للبيت الثالث على مستوى نقاشاتك وحواراتك ممكن انه اليوم يكون في عندك شوية عصبية او حدية وهذا مش من طبعك ولكن ممكن انك تعصب من مسألة معينة او تزعل من مسألة معينة ممكن تحتد من التلفون او من اتصال معين ولكن بالمقابل اثناء تنقلاتك وقيادتك للسيارة بدك تنتبه من الاعطال او بعض الامور المفاجئة اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف اليوم في عندك ضغط كبير في البيت اما انه كثرة الالتزامات او كثرة الاعباء او كثرة الواجبات او ممكن اعطال او مشاكل او خلافات او نقاشات حادة على مستوى البيت فبدك تدير بالك ما تكون طرف في هاي الامور على اساس انه ما تنعكس الامور عليك انت بشكل سلبي بدك تركز بشكل جيد وانجز اعمالك المنزلية بشكل روتيني وما تحاول انك تضخم الامور اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الامور تقريبا استقرت فهي روتينية ما في اي شيء لا ايجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم يعني بتتعامل على طبيعتك مع الحبيب اما بالنسبة للبيت السادس فبيحمل بعض التقصير في انجاز بعض الاعمال ممكن انه تشعر بتوعك ما تقدر تنجز اعمال وممكن انه يكون بس بدك انت تركز على الاعمال الضرورية فقط لا غير دير بالك من الاصابات ودير بالك من الاوجاع اذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك اما بالنسبة للبيت السابع على مستوى الشراكة المالية والعاطفية تقريبا الاجواء جيدة يعني بتعمل نوع من انواع التناغم او التفاهم او التقارب ما بينك وبين الشريك او ما بينك وبين الزوج خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الثامن فممكن يكون في قلق على مسألة مالية او يكون لك بعض الاهتمامات اما بمحاسبية او يعني اهتمامات محاسبية او امور بنكية او شيء له علاقة بالمؤسسات المالية اهم اشي انه برضو ما تلزم حالك باموال ودير بالك من النصابين اما بالنسبة للبيت التاسع والبيت العاشر فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء تقريبا جيدة على مستوى الاصدقاء فبيحمل اليوم للقاءات او تعاطف او اجتماعات او زيارات او دعوة حضور حفلة مناسبة اشياء من هاي الامور بتكون سعيدة اما بالنسبة لبيت المتاعب فما ترهق حالك كثير راقب غذائك راحتك حاول تأخذ قصد كافي من الراحة برضو اهتم بصحتك بشكل جيد برج العقرب ادخلوا التعديل المطلوب على اموركم المالية المشتركة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح كل الاهتمامات المالية هاي بتبدأ تنحصر في امور الها علاقة بالاتصالات البعيدة او تواصل مع اشخاص خارج البلاد او يعني بمعنى اخر الفترة هاي فترة حافلة بالنشاطات ترتفع فيها شوي المعنويات ممكن تقوى فيها الحضوض الشوي ممكن انك انت تتنقل كثير او تشترك بامور الها علاقة بمؤتمر او اتصال بعيد او اتصالات بعيدة كمان مش اتصال واحد ممكن يصلك يعني خبر يزعجك من خارج البلاد او ممكن تهتم على قلق بشخص خارج البلاد ممكن تتلقى او تلتقي بعض الاشخاص ممكن يكون فيه نوع من انواع الحوار او التفاوض خلال هذا اليوم يعني ممكن تعالج كثير من المسائل المتنوعة اما بالنسبة للبيت الاول فالامور تقريبا يعني بتبدأ اليوم تستقر شوي او نفسيتك احسن شوي مشحون بطاقة ايجابية اكثر يعني في عندك برضو نوع من انواع الحيوية او الاهتمام بنفسك اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا على المستوى المالي ممكن تظهر لك بعض المسائل المالية او المصاريف اهم شيء انك تقلل من مصاريفك ادير بالك لانه ممكن تندفع في مجالات للصرف المقود تكون مش مدروسة برضو اذا كان عندك مناسبة ممكن تتلقى من خلالها دعم يجي على شكل هبا او مساعدة او يعني اشياء هيك مادية اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء جيدة على مستوى التنقلات وعلى مستوى الاتصالات وعلى مستوى الحوارات بتدعمك بشكل جيد ممكن تكثر عندك يعني يكثر النشاط اليوم للتنقلات وممكن يكون لك بعض الاهتمامات او الاتصالات الكثيرة اذا كان في نقاش فانت جريء اليوم بتقنع اي شخص بوجهة نظرك ولكن دير بالك من الحدية او العصبية او التزمد في الرأي اثناء تنقلاتك بالسيارة برضو بدك تكون منتبه اما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريبا الامور استقرت يعني ما في اي شيء لا ايجابي ولا سلبي تقريبا بتتعامل بشكل روتيني على مستوى البيت او اعمالك المنزلية او اهتمامك بالعائلة او افراد العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي بيطمئن بالك اليوم لمسألة ما وممكن يكون بعض التواصل او النقاشات ما بينك وبين احد الابناء وممكن برضو يكون اشيء له علاقة بلقاء عاطفي او دعوة لخروج او نزهة معينة اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء متقلب اليوم على مستوى العمل فممكن انت اليوم تاخذ راحة يعني تنجز اعمال ضرورية فقط حاول تاخذ قصة من الراحة ولكن بدك تنتبه لامورك او شؤونك الصحية بشكل اكبر اما بالنسبة للبيت السابع على مستوى الشراكي يعني الاجواء ضاغطة شوي فهي بتحمل اما نوع من انواع المعاتبة او المراجعة او المحاسبة ما بينك وبين الشريك شريك المال او شريك العاطفي يعني ما بين الازواج ممكن تستاء لتقصيره او لا يعني عدم اكتراثه في مسائل معينة او عدم الاهتمام فيك شخص فهذا بسبب لك نوع من انواع التوتر اما بالنسبة للبيت الثامن والبيت التاسع فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع يعني كما ذكرناه برضو ما بدنا نزيد عليه اشيه ولكن انه دير بالك بس من التوتر اثناء الاتصالات مع خارج البلاد اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء تقريبا بتقول لك دير بالك من المجازفات والمغامرات والتهور خلال اليوم او مخالفة القوانين او الدخول باشياء مشبوهة حاول انك انت تركز على عملك ما تتأخر عن دوامك وبرضو ما تدخل بنقاشات حادة ما بينك وبين زملائك او رؤساك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 يعني الاجواء متقلبة على مستوى الاصدقاء واللقاءات والاجتماعات اليوم فممكن يعني تكثر الامور او تتخربط ما بين اتصالات ما بين زيارات ما بين تفقد اصدقاء يعني فيه اهتمامات كبيرة رح تكون على مستوى الاصدقاء ممكن يكون توجه لك دعوة او تخرج انت لزيارة صديق او يجو اصدقاء لزيارتك ولكن اهم اش انك ما تحتد من تصرفاتهم او اسائة البعض ببعض الكلمات فانت تفتح عليها موضوع الو اول ما الو اخر اما بالنسبة لبيت المتاعب فمنقول لك حاول انك ترتاح اليوم حاول انك تراقب غذائك بشكل جيد وبرضو اهتم بشؤونك الصحية بشكل جيد لانها بدها متابعة وبدها مراقبة برج القوس موسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل او العاطفة يعني رح يكون لكم اهتمامات اليوم ما بين شركاتكم في العمل او ما بين الازواج او الزوجات الزوجات اما من ساعات الصباح بتعيدوا الضبط اموركم المالية المشتركة باستطاعتك تقديم افضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليونة والصبر بانتظارك حل منصف شرط التفاوض بموضوعية عدل اولوياتك اذا دعت الحاجة دقق بالتفاصيل برضو اذا كنت بدك توقع على ورق او على عقود او بدك تطلع على اشياء يعني شوي بحاجة لتفاصيل مهمة اما بالنسبة للبيت الاول فالاجواء ضاغطة على المستوى النفسي لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح بتصير الاجواء روتينية تقريبا بتنشحن بطاقة ايجابية شوي وبكون عندك حيوية اما بالنسبة للبيت الثاني فهو بدعمك على مستوى الامور المالية فممكن اليوم تحصل بعض الاموال اللي بتجيك من عمل اضافي او دعم او هبات او مساعدات او بتطلع على امر يعني شوي مالي هيك ممكن يسعدك اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف الاجواء متقلب اليوم على مستوى الاتصالات والحوارات فممكن اليوم تعصب او تثور اعصابك على مسألة معينة حاول انك ما تناقش بحدية وتنتبه اثناء قيادتك للسيارة بدون عصبية اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف الاجواء على مستوى البيت روتينية ما فيها اي شيء لا ايجابي ولا سلبي ولكن يعني ممكن الاعمال الروتينية او الاهتمامات الروتينية من اعمال وترتيب واجبات منزلية اما بالنسبة للبيت الخامس فاليوم الاجواء جيدة على المستوى العاطفي فبتعمل نوع من انواع التلاقي او التقارب ما بينك وبين الحبيب او احد الابناء وممكن يكون فيه خبر صار او موضوع صار يسعدك اليوم اهم اشي انك انت يعني تعيش اللحظة وخصوصا لانه فيها ايجابيات بدون ما تعمل اي سلبيات او تنكد على حالك بمسألة ما اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا جيدة على مستوى العمل ولكن ممكن يتقلب الوضع لشوية سلبية خصوصا في ساعات الصباح وفي ساعات المساء ممكن يتقصر في بعض الاعمال ممكن تنزعج من بعض الاعمال ممكن تستاء من تصرف بعض الاشخاص معك وانت بتنجز بعض الاعمال اهم شي انه برضو تراقب وضعك الصحي وممكن اليوم يكون لك مراجعة لطبيب اما بالنسبة للبيت السابع والبيت الثامن فكما ذكرناهم في بداية التوقعات اما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة او التواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام ببعض المشتريات او التسوق من دولة اخرى او عبر النت او ممكن التراسل يعني الامور تقريبا ايجابية حتى على مستوى الاوراق القانونية والمعاملات بتدعمك بقوة خلال هذا اليوم اللي عندهم امتحانات جامعية فقط هذولا اللي بدهم يركزوا بشكل جيد اما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة برضو الامور جيدة بتدعمك فهي ممكن تعملك نوع من انواع التعامل مع بعض الاشخاص او استشارة اشخاص معينين في مسائل معينة وممكن انجاز بعض الاعمال بالاستعانة بصديق او زميل او احد المعارف اما بالنسبة لبيت الاصدقاء فما زالت الاجواء طاغطة فهي نعمني اما انه اهمال بعض الاصدقاء او التقصير في مسائل معينة او سوء تفاهم ما بينك وبين صديق يعني شوي يخلي الامور تحتد او يخلي مزاجك صعب اما بالنسبة لبيت المتاعف فالاجواء روتينية ما في اي شيء لا ايجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم يعني بمعنى اخر بتنجز اعمالك تقدر تاخد قصة من الراحة راقب غذائك برضو رح تهتم بامور التغذية بشكل جيد وفيه منكو رح يركز على امور مكملات غذائية او امور الها علاقة بمسكنات ممكن تهتم بشأن صحي اليك او لا احد الاحبة برج الجدي واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم بشكل جيد خلال هذا النهار في ساعات الصباح بتنجحوا في تعزيز شراكاتكم هاي فترة يعني صعبة شوي بتثقل خلال هالهموم والمسؤوليات اهم شي انك تتجنب ردات الفعل العنيفة الفترة هاي سيئة بتهدد بالخواطر او الخطر او المشاكل او الحوادث بتجعل القمر شوي هيك وخصوصا انه فيه كسوف وبأثر عليك بشكل سلبي فممكن تخليك شوي مضطرب او مرهف الحس ممكن تشعر بالارتباك والغضب بالمسألة معينة اهم اشي انه تحاول تشحن حالك بطاقة كبيرة عشان تتجاوز هاي الامور اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف الاجواء تقريبا يعني فيها نوع من انواع الايجابية على المستوى النفسي ولكن التقلب هذا اللي بصير في لحظات او الوسواس او الاوهام او الذكريات اللي ممكن تخطر على بالك خلال هذا اليوم تسبب لك نوع من انواع التقلب او الحدية اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء على المستوى المالي تقريبا منقدر نحكي انه فيها نوع من انواع الايجابية خلال هذا اليوم ممكن تظهر بعض المسائل المالية او تظهر بعض الامور المالية خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات في مسائل مالية لها علاقة بعمل إضافي أو عمل معين تحصل من خلاله أموال أو نوع من أنواع الهبات أو المساعدات أو الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريباً منقدر نحكي أنها فيها نوع من أنواع العصبية والحدية أثناء التواصل أو الاتصالات أو التنقلات بدك تنتبه أثناء القيادة بدك تركز بشكل جيد وفي نفس اللحظة امنع حالك أو امسك حالك من ردات الفعل العصبية يعني ما تحاول أنك تتور أو تعصب بسهولة امسك عصابك أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأجواء على مستوى البيت فيها نوع من أنواع الضغط إما أنه حدث مفاجئ أو بترتبك بسبب تطورات معينة أو بكون عندك بعض الاهتمامات المنزلية الزائدة أو ممكن نقاش على مستوى أفراد العائلة شوي يكبر بدك تركز وتهدي الأمور أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي ومستوى الحضوظ تقريباً منقدر نحكي أنه جيد فبيدعمك في بعض المسائل ممكن اليوم تطلقى هدية أو دعم معين أو مساندة من جهة أحد الأحباء مثلاً أو أحد الأبناء وممكن يكون في عندك لقاء أو فرحة ممتازة أو خبر بسعدك أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأجواء يعني شوي زي ما ذكرناها هي والبيت السابع بالنسبة للبيت الثامن من الأمور البنكية أو الأموال المشتركة جيدة لإلك اليوم ممكن تحصل بعض الأمور أو تطلع على بعض الأمور ممكن أن يكون لك بعض الاهتمامات لإنجاز بعض الأمور المالية وخصوصاً أمور إلها علاقة بالضريبة بالتأمين بالمؤسسات البنكية كلها هاي الأجواء بتدعمك بشكل قوي أما بالنسبة للبيت التاسع على مستوى الاتصالات البعيدة تقريباً ممكن تحتد أو تعصب أو يجيك خبر من خارج البلاد شوي يزعلك أو يذيقك من شيء معين ممكن أوراق قانونية أو معاملات تصير الدور عليها أو تبحث عنها أو تجتهد في تجميع أشياء من هذا القبيل ممكن يكون لك بعض الاتصالات البعيدة أو تعامل مع مؤسسات تعليمية أو مؤسسات أو شركات دولية يعني شوي بدها تركيز أكثر أما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السوم على أجواء جيدة وبتدعمك بقوة وممكن يكون لك اليوم يعني إنجاز بعض الأعمال بالتعامل أو بالتزامل ما بينك وبين صديق أو زميلك بالعمل بالنسبة لبيت الأصدقاء تقريباً روتيني لكن ممكن أن يكون لك بعض الاتصالات أو اللقاءات اليوم أو أشياء لها علاقة بالتواصل مع صديق أو ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني ما في أشياء مقلقة خلال هذا اليوم يعني ممكن تنجز الأعمال الضرورية والمهمة وممكن يكون لك بعض الاهتمامات في المسائل الصحية وممكن برضو تراقب غذائك بمسألة معينة أو تحاول أنك تهتم بأمور الطعام برج الدلو ما بيتخلى الحظ عنك عاطفيا وماليا حتى ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح بدك تنتبهوا أكثر لصحتكم بدك تحاول أنك تكون عنصر إيجابي وما تسبب النفور للأشخاص اللي حواليك ممكن تستعيد كامل حيويتك وتدور الأحداث بسرعة ويكون فيه نوع من النشاط وممكن تمارس عملك بحيوية وحماس ولكن تدير بالك من أنك تشك في مجال العمل أو تعمل خلاف ما بينك وبين أشخاص أنت بتتعامل معهم أو زبائن إذا كان عندك محل أو مؤسسة لكن أهم شيء بدك تحادر من الإضطرابات أو التقلبات الصحية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء شوية على العامل النفسي متقلبي خلال هذا اليوم ولكن أنت برضو بتقدر تشحن حالك بطاقة إيجابية وتدعم نفسيتك بشكل أقوى أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا يعني في بعض الاهتمامات المالية اليوم أو المسائل المالية أو ديون أو فواتير أو أشياء من هذا القبيل ولكن تكثر عندك المصاريف أو ممكن يصير حدث يتطلب منك دفع فلوس أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا متقلبة على المستوى النفسي على مستوى الاتصالات وعلى مستوى الحوارات فممكن تعصب والثور بسهولة فحاول تمسك أعصابك أثناء تنقلاتك بدك تنتبه أثناء قيادتك للسيارة برضو بدك تنتبه يعني من المغامرة أو المجازفة أو السهو أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا روتينية إلا أنه ممكن تحمل في ساعات ما بين الصباح أو ظهيرة يعني خبر أو انفعال أو عصبية أو نقاش حاد أو أشياء يعني شوي يعني تخرجك عن طورك حاول أنك أنت تركز في بعضكم ممكن يكون عنده بعض الأعطال تصير بعض الأعطال أو بعض الاهتمامات المنزلية أو ممكن حدث عائلي معين يلفت انتباهك أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي والبيت السادس تقريبا مثل ما ذكرناهم في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى الشراكي يعني الأجواء تقريبا أو تعامل الأزواج مع بعض تقريبا منقدر نحكي لأجواء روتينية فيها نوع من أنواع الإيجابية ممكن تحمل مصالحة أو تقارب ما بينك وبين الحبيب خلال هذا اليوم أو الزوج أو الزوجة ممكن تهتم في نقاش معين أو وضع يعني خطوط عريضة لمرحلة القادمة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على المستوى الأوراق القانونية أو الأموال المشتركة يعني شوي ممكن تظهر بعض المسائل مطالبات مالية أو التزامات بتقلقك خلال هذا اليوم أو اهتمامات بالمؤسسات المالية زي البنوك والضريبة والتأمين أو ممكن يعني تطالب ببعض الديون اللي إليك ما تقدر تحصلها أو تحاول إنك تطلب دعم ولكن اليوم ما يزبط معك أجله بكون أفضل أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء على مستوى الاتصالات البعيدة أو الحوارات مع أشخاص خارج البلاد ممكن يكون فيها نوع من أنواع الصعوبة اللي عندهم امتحانات جامعية بدهم يركزوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحظوظ بدهم يدرسوا ويستعدوا بشكل كبير ممكن يجيك خبر من خارج البلاد يزعجك أو ممكن تقلق على شخص خارج البلاد أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى العمل فممكن اليوم بمساعدة شخص أو معرفة تنجز بعض الأعمال أو بعض الاهتمامات أو بعض النشاطات ممكن تنجز أعمال أو يكون لك تعامل مع زميل أو رئيسك بالعمل لإنجاز بعض المهام أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى الأصدقاء بتحمل نوع من أنواع التوتر فممكن أنك تحتد أو تعصب على صديق أو تستاء من تصرف صديق يعني بحاول يتدخل أو يفرض رأيه في حياتك أو أنه يعني يكشف سر لإلك فهذه الأشياء ممكن تسيئك أو تستاء منها أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم برضو لا تهمل وضعك الصحي راقب غذائك وراقب راحتك بشكل جيد برج الحوت بتنهمكوا بأمور الهاصلة بالبيت والعائلة لغاية ساعات الصباح يعني بتظل الأمور العائلية ضغطة لغاية ساعات الصباح ممكن يكون في بعض النقاشات أو الحدية أو الاستياء طول اليوم من تصرف أفراد العائلة أو نقاش حاد أو تستاء من تصرف أحد أفراد العائلة ممكن بعض المسؤوليات أو الأعباء يعني تكاثر عليك اليوم من ساعات الصباح بتزداد دراغبتكم في التقرب من أحبائكم وتفاهم معهم بتزداد وطيرة العمل بشكل واضح حاول معالجة الأمور بروية حاول أنك تبتعد عن التعقيدات والأمور الصعبة حاول أنك تأخذ الأمور بليون أكثر أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء تقريبا على المستوى النفسي روتيني اليوم ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتكون على طبيعتك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي ممكن شوي يكون فيها نوع من أنواع الإرباك ممكن مصاريف زيادة أو طارئة ممكن بعض التكاليف أو مشتريات تكون غالية أو تفقد بعض نقودك في منكو ممكن يحصل على بعض الأموال اللي بتيجي من عمل إضافي أو نوع من أنواع الهبات أو المساعدات أو الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث يعني بتظل الأمور ضاغطة على مستوى حديث الطباع فممكن اليوم يكون عندك عصبية بالنقاشات أو توتر أثناء القيادة أو التنقلات بدك تنتبه اللي عنده امتحان مدرسي بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضود وأثناء نقاشاتك دير بالك تعصب أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء زي ما ذكرناها هي والبيت الخامس أما بالنسبة للبيت السادس فما زالت الأمور الصحية ظاهرة على الساحة حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية حاول تنجز أعمالك بشكل جيد خلال هذا اليوم اهتم بعملك ما تخليه يتراكم عليك وفي المقابل راقب وضعك الصحي وما تهمل صحتك إن شعرت أنه أنت بحاجة لاستشار الطبيب فما تتأخر أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى الشراك المالية والعاطفية والتعامل ما بين الأزواج شوي في نوع من الأنواع الحدية ممكن أخبار أو نقاشات أو ممكن سوء تفاهم أو ممكن عصبية زائدة فما تكبروا الخلاف ما بينك وعشان ما يصير فجوة كبيرة بالفترة القادمة أما بالنسبة للبيت الثامن الأجواء على مستوى لاهتمامات بالأموال المشتركة برضو ضاغط ممكن تظهر بعض الحسابات أو تقلق بعمل بعض الحسابات أو تهتم بشأن مالي أو بديون أو بسداد بعض الديون أو الأموال اللي بتعود لك فتلاقي في نوع من أنواع الصعوبة اللي بيسعى لقرض بالفترة هاي ممكن يواجه بعض المشاكل ما تمشي الأمور مثل ما بدو أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء روتينية على مستوى اتصالاتك البعيدة أو تواصلك مع أشخاص خارج البلاد وممكن اهتماماتك حتى بالامتحانات تكون روتينية ولكن ركز بشكل جيد ما تعتمد على الحظ ممكن يصلك خبر من خارج البلاد مزعج وممكن تستاء لتصرف أحد الأشخاص أو ممكن يتأخر لك بريد أو مراسلة تبقى أنت مثلا متواصل مع شخص ويتأخر في الإجابة عليك فهذا الإشي يستفزك أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة تقريبا متقلبي خلال هذا اليوم حاول أنك ما تجازف وما تغامر حاول أنك ما تدخل في أشياء مشبوهة ومخالفة للقوانين حاول أنك برضو ما تتأخر عن عملك وحاول أن يكون في إنجاز لبعض الأعمال بالتعاون مع زملائك ورؤسائك بالعمل بدون خلافات أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء جيدة بتدعمك بلقاء أو تعاطف أو تلاقي أو بتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو مثلا اجتماع ما بينك وبين بعض الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء أحسن اليوم إلا أنه فيها بعض الضغط يعني ممكن اليوم يعني تراقب وضعك الصحي بس هي أهمش الوضع الصحي عندك أما باقي الأمور فالأمور جيدة وبتدعمك بقوة فممكن تراقب غذائك اليوم بطريقة معينة ممكن تهتم بشأن إله علاقة بإنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن تهتم بصحتك أو بصحة أحد المعارف أهم شيء ندير بالك من الوسواس والشك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء